اهلا بك يا صديقي قبل ما نبدأ الفيلم احب افكرك ان اتصال على النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان تتابع فيديواتنا الجديدة اول باول وبدون ما طول عليكم يلا نبدأ بيبتدي الفيلم مع جيمي اللي بيكون عسكري سابق وهو بيصحى من النوم وبيروح يشوف بنته اللي لسه مولودة من شهور وكان مبسوط جدا في بداية يون جميل وبيستنى لغاية ما المربية بتيجي عشان يسيبهم ويروح شغله ولكن اللي ما يعرفه الجيمي ان ده هيبقى اصعب يوم يشوفه في حياته وشوية بتجيله عربية الشغل ولما بيدخل بيكون فيها اخوه الكبير ميك وباقية الرجالة والشغل في الحقيقة بيكون عبارة عن سرقة اكتر من مليون دولار وعلى الرغم من ان ميك هو الكبير لكنه مندفع وبيحب يدخل في مشاكل على عكس جيمي اللي بيتميز بالهدوء والاهتمام بالتفاصيل واول ما بيوصلوا المكان البنك الكل بيلبس الاقناعة وبيبدأوا الاقتحام وطبعا الموظفين والموجنين يترعبوا من اللي شافوه والكل خايف على حياته وهنا ميك اخد مفاتيح الخزن الرئيسية من المدير ودها الجيمي بعدها ثبت المدير وقطع صباعه الصغير على اساس ما يخدش وقت كتير معاه ويقوله رمز الدخول وفعلا بيقول الرمز الجيمي ولكن بيستنى ثواني وبيعرفوا ان الرمز لو طلع للطوارئ هيقطع حاجات اكبر من صباعه فبيقوله المدير على الرمز بسرعة وهنا بيفضل ميك يضربه لغاية ما اغم عليه بعدها بدأوا يجمعوا الفلوس اللي موجودة في الخزنة في اسرع وقت وبيخرجوا من المكان بحذر ولكن قبل ما يوصلوا للعربية بيظهر زباط من الشرطة وبيحصل تبادل اطلاق نار كبير جدا بين الفرقتين وكأن الشرطة كانت عارفة بمعاد السرقة والمعركة بتكون قوية جدا بينهم وفيه افراد من الشرطة بتقع لغاية ما بيوصل لها دعم لكن الفريق بيقدر يخلص عليهم وبيبدأوا انهم ينسحبوا عشان يهربوا من الشرطة والحرب بتفضل مستمرة والرصاص بيترفوا كل ناحية لغاية ما واحد من الفريق بيتصاب فبياخد ميك منه شنطة الفلوس وبيقاوموا في الوقت الى اخر شخص معهم بيموت وبكده بيبقى تلاتة بس منهم جيمي وميك واللي بياخدوا الشخص التالت المصاب وبيحطوه في عربية وبيهربوا لكن عربية الشرطة بتفضل وراهم فبيطلع ميك من الشباك وبيفضل يضرب عليها نار لغاية ما الشرط بيموت وبعدها بيقفوه في مكان وبينقلوا العربية تانية تبعهم وبيحاولوا يتجنبوا الشرطة لغاية ما بيوصلوا العربية تانية تبع الخطة وبيغيروا هدومهم وجيمي ما كانش مصدق اللي حصل لكن بيعرفوا ميك ان في حد اكيد خانهم بعدها بيحط ميكهم بلا يدوية في العربية وبيفجرها وبياخدوا العربية تانية وبيهربوا بيها وفي الليل بيوصل العامل فرانك من الاف بي اي ولما بيسأل رجالته عن اللي حصل بيقول له الزبيت نيك ان فيه شخص اسمه سمولز اتقبض عليه امبارح في جرايم امن الانترنت ولما عارف انه هيتسجن لسبع سنين قرر يتعاون مقابل الافراج عنه وبيعرفوا الزبيت مايك كمان ان الاتصال جالهم من مكتب النائب العام قبل عشر دقيق من السرقة عشان كده تصرفوا بسرعة ولما سألهم ليه ما عارفوش يسيطروا عليهم فبيقول له مايك ان الفريق كان منظم جدا ومسلحين تسليح آلي وكمان لابسين نروعه واقناع ضد الرصاص وبيعرفوا انهم من خلال الاشتباك اتأكدوا انهم مدربين تدريب عسكري وانهم خدموا في الجيش قبل كده بعدها بيروح فرانك عشان يسأل موظفين البنك عن اللي شافوه لكن مفيش حد منهم قال له حاجة مهمة فبيسيبهم وقبل ما يمشي بيطلب منك يبحث عن كل المعلومات اللي تخص موظفين البنك وفي الوقت ده الفريق بيوصل لبيت صادقهم بيل واللي بيدربوا ميك بقوة عشان يعترف ان هو اللي خانهم لكن بيل بيأكد له ان سمولز هو اللي خانهم لانه لما شاف خبر سرقة البنك عارف انه هو لان الشرطة قبضت عليه امبارح فبيقولوا ميك انه لازم يخسل الفلوس دي في اسرع وقت عشان يسيبوا البلد لكن بيل بيعرفوا ان الراجل اللي شغال معاه مستحيل هيتصرف الفلوس بعدما زباط الشرطة تقتله والموضوع بقى خطير جدا بعدها بيقول لهم بيل انه مفيش قدامهم غير نوسي وهو اللي يقدر يقوم بالعملية لكن هياخد مش اقل من خمسين في المية وطبعا كانوا متضايقين لكن وفقوا في الاخر وفجأة بتدخل واحدة عليهم وكانت في قمة الغضب وبتروح لميك عشان تتخانق معاه لكن بيمسكها جيمي والمفاجأ ان الوحدة دي هتبقى موظفة في البنك اللي سرقوه واسمها ايفا وتبقى كمان حبيبة جيمي واللي بتقوله انها كانت عارفة ان اخوه ميك هيوديه في دهية لانهم كانوا خلاص دفعوا فلوس جراحة بنتهم الصغيرة وحياتهم بتتحسن وجيمي بيهديها وبيعرفها انها لازم تلتزم بالخطة وتبقى في بيتها مش هنا وتمرس حياتها عادي بعدها ميك بيقول لجيمي انهم لازم ينقلوا صديقهم المصاب لمكان تاني وايفا صممت تروح معاهم رغم اعتراض جيمي لكن ميك بيوافق عشان لو مشوا في الطريق محدش يوقفهم على الناحية التانية العامل فرانك بيأكد لرجالته ان المسلحين كانوا مقاتلين في الجيش من اللي سمعوها عن حدث السرقة ولما سألهم عن الفلوس اللي سرقوها فبيقولوا له مليون ونص دولار وطبعا كان مستغرب ازاي فرع صغير للبنك يكون فيه الفلوس دي كلها فبيعرفوا نيك ان المقر الرئيسي بيخضع للتجديد والفرع كان معاه سيولة كبيرة بعدها قرار فرانك يروح يستجوب سمولز بنفسه وفي الوقت ده بيوصل ميك وجيمي البيت صديق لهم كان طبيب عشان يلحق يعالج الشخص المصاب وبيجي اتصال لجيمي من بيل وبيعرفوا ان نوسي قرر يغسل فلوسه مقابل سبعين في المية وعلى رغم ان النسبة كبيرة لكن جيمي وافق بعدها بيروحوا يقابلوا رجالة نوسي ولكن قبلها ايفان بتسأل جيمي هيرجع للبيت امتى لانها حست انها ممكن ما تشوفهش تاني فبيقولها انه مش عارف هيرجع امتى لكنه عنده خطة وهي انه هيهرب لبوليفيا وهي هتجيله بعدين مع بنتهم وهيكونوا مع بعض الوحدهم وبتأكد عليه ايفا انهم يبقوا الوحدهم بعيد عن ميك بعدها راحوا يقابلوا رجالة نوسي عشان يبدلوا الفلوس وياخدوا فلوس شرعية يقدروا يصرفوها من غير تتبع لكن ميك لاحز ان فلوسهم قليلة فبيعرفوا بريل اخو نوسي ان هي دي نسبتهم التلاتين في المية وطبعا ميك اتفاجئ وعرفوا جيمي انه وافق على اتفاقهم لانه مفيش حل تاني وبيقولوا بريل بوقاحة ان الانسحاب ممنوع وفجأة بيطلع ميك مسدسه وبيضرب التلاتة اللي قدامه وبيكمل جيمي على الباقي لكن واحد منهم بيهرب وميك بيخلص على بريل وبتتحرك ايفا بسرعة بالعربية عشان تاخدهم ويهربوا والشخص اللي هرب اتصل بنوسي وعرفه اللي حصل وبيطلب منه نوسي يختفي عشان اللي جاي هيبقى سواد على الكل على الناحية التانية بيحقق العميل فرانك ورجالته مع سمولز عشان يوصلوا للحقيقة وسمولز بيروغهم وبيقولهم انهم اكبروه علشان يساعدهم في عملية السرقة وانه لو بلغ حد عن اللي حصل هيقتله هو ووعلته لكن هم طبعا ما كانوش مصدقينه وبيهددوا فرانك بانه ممكن يتسجن مدى حياته لان فيه سيت زباط تقتله وده معناه ان العقوبة هتبقى جديدة جدا وفي الاخر سمولز قرر يتعاون معاهم ولما بيسألوه عن الاشخاص اللي طلبوا منه يمدهم بالمعلومات بيقول لهم سمولز انهم اتنين اخوات وطبعا ما يعرفش اسمهم وان الاصغر في يوم كان بيهتم بكل التفاصيل اما الاكبر كان عصبي جدا ودايما بيهدده وذكر لهم كمان ان الاخ الاصغر لابس قلاده لقديس اسمه جود والاكبر كان راسم وشم على ايده ولما سألوه عن الوشم عبارة عن ايه فبيقول لهم انه وشم للبحرية الامريكية ومكتوب فوقه كلمة شيريدن بعتطلوا صورتين على الموبايل وبيوراها لسمولز وفعلا سمولز اتعرف عليهم وانهم يبقوا ميك وجيمي وانك بيعرف فرانك ان الشيريدن يبقى لقى بعيلة ميك وجيمي وانه قبض عليهم قبل كده بتهمة الاعتداء والضرب وبيطلب منه فرانك يوزعوا صورهم على التلفزيون وفي الوقت ده بيوصلوا البيت بيل واللي كان متضايق لما عارف انهم قتلوا اخ نوسي وهنا بيقول جيمي الاخوه ميك انهم لو خرجوا من المشكلة دي هيكون كل واحد منهم في طريق ومش يشوفوا بعض تاني وميك طبعا بيكون مستغرب ومش عارف ليه بيقول كده فبيعرفوا جيمي ان كل المشاكل اللي حصلت له كانت بسببه وان ده الحل الافضل فميك بيتدايق وبيقول لجيمي واييفا انه ساعدهم في فلوس عملية بنتهم لانهم عيلة وحدة وبيفكر جيمي هو الضرب قد ايه من ابوهم عشان كان بيدفع عنه لكن جيمي كان مصمم على رأيه فبيقول له ميك ان ده مش رأيك ولك الرأي ايفا وانه مش مصدق انه هيسيب اخوه عشان سفلة زي دي وهنا جيمي بيتنرفز وبيسأله تقصد مين بالسفلة فبيقول له ايفا فبيشتبك معه جيميه وبيضربه وفجأة بيدخل رجال تنوسي بالسلاح ولسا بلها يكلمهم فبيضربوه بالنار وهناك الضبيط مايك بيعرف فرانك انهم بحثوا عن الموظفين ومنهم ايفا اللي عندها سواب اجرامية وهي شابة وكمان تتبع حسابها البانكي واللي جال عليه تحولات بقيمة 75000 دولار من حسابات غير معلومة المصدر وادفعت كلها لصالح فواتر للمستشفى وفجأة بيدخل عليهم شرط جاي من مهمة فبيسأله نيك ايه اللي حصل فبيقول له ان اخو نوسي اتقتل في تبادل اطلاق نار فبيسأله فرانك عنه فبيقول له نيك انه رئيس اكبر عصابة في المنطقة فبيطلب فرانك انهم يشوفوه لانه ممكن يكون على علاقة بالاخين وبنروح لمكان نوسي وجيميهم يتعلق والباقي مربوط وبين عليهم علامات الضرب وبيوعدهم ميك وهو بيحاول يفك نفسه انه هيخرجهم من هنا ولما بيدخل نوسي ورجالته بيقول له ميك انه هو اللي قتل اخوه بريل وان الباقي مالهوش علاقة وبيعرفه جيمي ان الشونة ماليانة فلوس وبيطلب منه ياخدها مقابل يسيب ايفا تمشي من المكان لكن نوسي بيرفضه بيقوله ان الحفلة تبقى طويلة فبيعرفوا ميك انه هو اللي قتل اخوه وانه ازاي كان بيترجاع عشان ما يقتلهوش لكن في الاخر مرحمهوش وكان ميك عايز يستفز نوسي عشان يبعده عنهم ويركز معاه لكن نوسي كان هادي جدا وبيعرفوا انه مش هيقدر يتلعب بيه لانه الليلة طويلة وهو مخطط لكل واحد فيهم استقبال خاص بيه وبيشاور على الصندوق الكبير اللي جنبهم وبيقوله انه مليان بحمض الكابريتيك وده بيخلي الرجل يتحول لشربة في دقايق يعني هيدوبهم فيه بعدها المساعد بياخد جيركن صغير وبياخد من الحمض شوية وبيصب شوية بشوية على رز ميلهم المصاب اللي بيصرخ من القلم وهنا ميك كان في قمة الغضب وبيقول لنوسي انه هيتمنى لو كان قتل هو الاول من اللي هيعمله فيه بعدها بيقوم نوسي وبياخد الجيركن عشان يعمل نفس الشيء في جيمي قدام حبيبته واخوه ولما بيقرب منه خلاص بيزوق جيمي بسرعة برجله وبيفك ميك نفسه وبيمسك البندقية من واحد فيهم وبيضرب على رجل نوسي وكمان على العمود عشان يفك جيمي اللي بيشتبك مع المساعد اللي بيخنق فيها عن طريق سلسلة القديس اللي لبسها فبيشيله جيمي وبيرميه في صندوق حمض الكابريتيك وبتقع السلسلة معاه والناحية التانية كان ميك خلص على الباقي وبيقرب من نوسي اللي كان واقع على الارض وبيفكروا انه هيخليه يتمنى لو كان قتل هو الاول وبعدها بيخلص عليه وكل واحد بياخد شنطة من الفلوس وبيخرجوا كلهم من المكان وهنا ميك بيقول لاخوه روح انت وإيفا وهن يحتفل لو شفنا بعض تاني وافترقوا زي ما طالب منه على الناحية التانية لما فرانك ورجالته في الطريق لنوسي بيجي لهم اشارة ان فيه تبادل اطلاق نار حصل وبيعرفوا ان المكان يبقى قريب من بيت نوسي فبيروحوا لهناك وفي الوقت ده جيمي وإيفا بيفضلوا يجروا في الشارع عشان يهربوا وفجأة بيقابلهم اتنين من الشرطة واللي بيطلبوا من جيمي ان ينزل سلاحه وإيفا بتترجعها ان يسمع كلامهم بدل ما يتقتل وفعلا بينفز الكلام وواحد من الشرطة بيبلغ المقر انه ابض على مشتبه به في سرقة البنك والاشارة بتوصل لفرانك وهو في الطريق ولسه الشرطة هتكلب الجيمي فجأة ميك بيضرب نار على الشرطة وبيخلص عليهم فبيسألوا جيمي ايه اللي رجعك فبيقولوا ميك لانك اخويا ولسه بيهرب ميك لقى عربيت فرانك في وشه فبيضرب عليها نار وبيوقفها وبيهرب والناحية التانية جيمي وإيفا بيمشوا وسط الناس بهدوء عشان محدش يشك فيهم ولسه بيلف وراه بيلاقي ميك بيشتبك مع مجموعة من الشرطة وجيمي بيبصله وكأنها نظرة الوداع ومحتار بانه يكمل معاه للموت او يهرب علشان بنته بعدها بتاخدوا إيفا وبيهربوا وبيكمل ميك معركته مع رجال الشرطة بكل شراسة وبيحصل بينهم تبادوا النار كبير جدا بعدما بدأوا يحصروا وبينضم لهم كمان فرانك ورجالته فبيدخل ميك جوا بيت وبيفضل يجري وبيروح وراه فرانك واللي معاه وبيخرج ميك من بيت لبيت وهم وراه لغاية ما بيلفلهم وبيفضل يضرب نار عليهم وبيحصل اشتبك عنف بينهم لغاية ما بيقدر مايك يصيب ميك برصاصة في جنبه فبيطلع مسدسه وبيضرب نار عليهم عشان يقدر يهرب منهم وبيطلب فرانك من نيك ومايك يلفوا من الناحية التانية ويروح هو ورا ميك اللي كان في حالة سيئة وبيمشي بصعوبة وهنا بيلاقي نيك دم على الارض وبيبلغ زميله وفجأة بيجيله ميك من وراه وبيهدده بالمسدس وبيفضل ماشي به لغاية ما بيقبل مايك وبيطلب منه ميك يتراجع وإلا هيقتله ونيك بيقول لمايك يضربه بالنار وما يخافش ولكن اللي ما كانش مايك عامل حسابه هو فرانك اللي كان بيتقدم بهدوء من الناحية التانية ولسه بيبص ميك ناحيته فرانك بيدربه بالنار وبيوقع على الارض بعدها بيقرب منه وبيسأله عما كان جيمي أخوه فبيعرفوا إن أخوه مات وديه بتبقى آخر لحظات نيك وفي الوقت ده بيكون جيمي مع إيفا في الأوتوبيس وبيقول لها اتعرف بنتها كل يوم إن أبوها بيحبها وبينزل جيمي ومعه شنطة الفلوس وبيودع إيفا وعلى الناحية التانية فرانك ورجال تراحوا المكان نوسي عشان يعينوا الجسس والشخص المختص كان بيبحث في الصندوق اللي فيه حمض الكابريتيك وما بيلاقيش حاجة غير سلسلة لقديس اسم جود وبيعرفوا وقتها إن جيمي فعلا مات لإن سولز بلغهم قبل كده إن جيمي بيلبس السلسلة دي ولما بيسأله فرانك ليه مدى بيتش في الحمض فبيعرفوا المختص إنها من الفضة والفضة ما بتتفعلش مع حمض الكابريتيك بعدها بيومين بيروح فرانك لبيت إيفا فبيسألها عن الكدمات اللي فوشها فبيقولوا إنها وقعت وهي خرجة من الحمام فبيقولها إنه عارف إن بنتها خضعت لعملية من شهور وتكلفت مبلغ كبيرة فبيقولوا إنهم محظوظين لأنهم حصلوا على تمويل جماعي وده بيكون من ناس مجولين من غير ما يقولوا أسماءهم ولما بيسألها عن الأب فبيتعرفوا إنه سابه مميشي وما بقتش تسمع عنه وواضح إن فرانك كان فاهم كل حاجة وبيسيبها وبيمشي ولما بيسأله مايك هيعمل إيه معاها فبيقولوا إن العصابة كلها تقتلت والفلوس رجعت وإنه ممكن يتهمها وتتسجن لكن البنت وقتها تعيش في ملجأ وبيقرر يسيبها وبعد مرور كذا سنة بنشوف جيمي وهو مع إيفا وبنته اللي كبرت في بوليفيا زي موعدها قبل كده وعايشين مع بعض حياة سعيدة وهنا بتنتهي قصتنا لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تتابع كل فيديوهاتنا الجديدة سلام